هبطت واردات كوريا الجنوبية من النفط الإيراني خلال شهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2015 حيث خفض الزبائن مشترياتهم مع اقتراب فرض عقوبات أمريكية على طهران اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل وكانت الواردات الكورية من النفط الإيراني قد سجلت انخفاضا حادا نسبته 85% وفقا لما أظهرته بيانات الجمارك وهذا هو أدنى مستوى منذ ديسمبر عام 2015 وبدأت عملية التدرج في تقليل كوريا الجنوبية لوارداتها من النفط الإيراني منذ مطلع العام الجاري وتم رصد أول هبوط عند أكثر من 40% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي وبعد إعلان العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني اتجهت كوريا الجنوبية إلى استيراد احتياجها من النفط من الولايات المتحدة وأستراليا لتحل محل النفط الإيراني ترجمة نانسي قنقر